هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع وتلزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بسرعة وسهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع سلام عليك حياك الله عزيز المشاهد في الحلقة السادسة من نصايح واخطاء واسرار بلعبة للرينك شكرا على دعمكم ورايكاتكم في المقاطع الماضية والتفاعل خصوصا اللي صار في هذه السلسلة وباستعرض في بداية هذا المقطع بعض النصايح اللي جتني في كومنتات المقاطع الماضية ونبدأ باول كومنت من حاتم يقول في حركة اذا خشيت على اكوبمنت ورحت عند السلاح او ايتم وضغط هلب بعدين المينيو اكسبلنيشن رح توقف عندك اللعبة كأنك ضغط ستارت تنفع لحركة اذا كنت عند البوس وتبقى توقف اللعبة بدون ما تطلع والله معلومة جديدة صراحة اذا كنت شخص نفسي اول ما خشيت اللعبة دور لستارت لما توقف اللعبة هذه طريقة جتك الكومنت الثاني من عمر اكس يقول اشارككم كم معلومة اول شي لو تبي تروح لغرفة الطاولة هذا اللي صايح انا غطيتها الا الملاحظة الثالثة اللي حاطها لما تكون ما عندك جرع وتبي تزيد دمك روح على الخوذة وبدل بين خوتين والخوتين اللي يقصدهم بحط لكم صورهم او مقطع منهم وهذا فعلا راح يزيد او يرجع الهلث عندك كامل فاذا كان قصده مخلص عندك الفلاسك هذا عندك يكون بديل والمشاركة الثالثة والاخيرة من اخوي فيروزي اعذرني اذا اخطيت باسمك يقول لما تمسك السلاح باليدين ترتبع نقاط السترنكث وهذا انا طريقته نوع ما في احد مقاطع النصايح غير كذا ينصح باستخدام الاختصارات الثانية اللي هي الباوتش تقريبا اسمها اللي تم علق المثلث وبعدين تظهر لك القائمة الثانية اليمين وفوق ويسار تحت غير كذا احجار رينبو انا غطيتها في احد المقاطع الماضية ولكن اللي عجبني هنا المعلومة الجديدة اللي قالها انك لو وقفت على اي حافة وضربت بالسيف اللاعب تعرفون فيها انيميشن انه يتقدم يوم تضرب بالسيف اذا كانت الحافة هذه بتقتلك ما راح يصير هذا الانيميشن اما في حال اذا ان المنطقة مش بعيدة يعني المنطقة اللي تحتك مهي بعيدة راح ينفذ هذا الانيميشن ويطيح بالاسفل فهذه الطريقة حلوة حتى لو ما كان عندك الرينبو ستون ممكن تنفذها او تتأكد ان المنطقة هذه مش بعيدة والنصيحة الاخيرة اللي قالها اذا كانت في بداية اللعبة تلعب شخصية ملي يفضل انك تستثمر مقاطعك الاولى توافق مطلبات السلاحة يعني اذا كان اول سلاحة بتستخدمها مثلا لهم الطلبات معينة مش موجودة عندك في شخصيتك تجيب هذه المطلبات بعدين تركز كل نقاطك على الفيقور وتطور الهيلث لان معظم قوة السلاح تأتي من حجار التطوير انا معاك من ناحية انك تركز على الهيلث لكن مثلا اذا كانت شخصيتك ساحر ولا شي يختلف يعتمد هو الموضوع صراحة على البلد لكن النصيحة هو انا متأكد انها يقصد اذا كنت بغد قوي الدمج بالسلاح يفضل انك تتوجه الحداد افضل من انك تطور في داية اللعبة ستاتل سترينغث مثلا او دكس اذا كانت السلحة خفيفة اشكركم على مشاركتكم مرة ثانية ويريت اي احد عنده نصايح او اسرار ما طريناها في المقاطع او في هذه السلسلة هييريت انكم تكتبو لي في الكومنت لاني اشوفها مثل ما قلت والله من اهم المقاطع اللي يقدمها اللاعبين الدي الرينغ سواء كان جديد او في وسط اللعبة ممكن تكون شغلات جدا مفيدة بالنسبة له هذا بالنسبة لمشاركاتكم انا عندي ستة ودي اضيفهم اول شي الفيفورت غريس اذا كان فيه غريس معين تروحها كثير او مثلا تفرم في هذه المنطقة او حتى الراوند تيبل هولد ممكن تضغط الارثري ويكون عندك فيفورت فتخصص لك قائمة توصلها بسرعة المعلومة الثانية عن العمالقة مدري اش هذا اللي في رجولهم بس تعرفون لازم توخرها عشان ينزل التور او القلعة هذه فالمعلومة هنا اذا جيتهم في فترة الصباح راح يكونون نايمين وثابتين فهذه الطريقة بتكون اسهلك وهو نايم تجلس تخلص امورك من تحت كذا لما يطيح التور بدون لا يدمجك ولا حوست انك تجلس تلاحق وراه وتبعد تتقرب شغلة ثانية عن قاذف النيران ممكن ما تعرفون لكن ممكن انك تطب فوق راسه وتنفذ هذه الضربة وبعدها ممكن تشرد وينفجر ويدمج اللي حوالينا غير كذا فيه تركب الحصان اذا مثلا فيه منطقة باركور كذا لازم انه يكون توجيه الحصان بدقة تقدر انك باستخدام هذا العدسة توجه الحصان يعني او حركة الانيميشن بتكون جدا بطيئة بحيث انك توجه حصانك وتوجهك انت للنط المكان اللي بعده بكل دقة وسهولة العجلات هذه ممكن مزعجة كثير منكم اذا شفتوا زي الكورة هذه فوقهم ممكن انك تطيحها وفيه جائزة تاخذها مجرد ما تكسر هذه العربات اللي هو الانتري غريت بو هذه شوية تسرار ونصايح في اللعبة اتمنى المقطع انها لعجابكم لا تنسوني باللايك شكرا من تنسين القناة وشكر موصول لكل من دعمني باللايك وكومنت وشير ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته